سيدنا العزيز مثل هذه الأمسيات الأدبية وداخل المآتم أو المساجد لإحياء أمر أهل البيت عليه السلام ما قيمتها وماذا تعني لكم وأنت ابن هذه القرية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد مبارك لكم هذه المناسبة العظيمة لكم جميعا عزيزي الأخ مجتبى القرية دابت أن تقيم الاحتفالات منذ السبعينات إلى الثمانينات إلى يومنا هذا وهي تقوم بتفعيل ما قاله الإمام الصادق من قال فينا بيتا من الشعر بنى الله له بيتا في الجنة ومن هذا المنطلق أقيمت تلك الاحتفالات التي لم يغب عنها الشعر ويتكرر الشعر في المناسبة الواحدة لأكثر من شخص أو ثلاثة أشخاص في الليلة الواحدة واستمر هذا الوضع حتى ابتكر الأخوة في حسينيثنا المباركة بأن تكون هناك أمسية شعرية يحضر فيها أكثر من شخص منهم لديهم العمق الكبير في الشعر والعشق لهذا الإمام العظيم واستمر هذا الأمر ليومنا هذا الذي أظهر فيه الولاء العلوي في كل قلوب أهل هذه القرية التي استمرت في إظهار هذا المظهر الكبير على مدى هذه السنوات الطويلة جميل جدا أستاذ طبعا كلام الأستاذ يعني أن هناك جذور قديمة إلى تحريك أو تحفيز الحالة الشعرية في المنطقة والفترة الأخيرة يعني دائب الأخوة على إقامة هذا البرنامج جزيل الشكر وإن شاء الله الله يحفظ الخدام جميعا نحن الآن نود نبدأ ونفتتح وياك الشعر سيدنا السيد هادي نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم في مثل هذه المناسبة الكبيرة والعظيمة يعجز اللسان أن يقول شيئا في هذه الشخصية التي لا يعرفها إلا الله ورسول الله ولا يعرف الله إلا هو ورسول الله ولا يعرف رسول الله إلا الله وهو إذن هذه الشخصية تعجز الناس والقلوب والألسون وكل من في الوجود أن يقول بما فيها من صفات حقيقية واقعية ولكن العشق والقلب واللسان داب على ذلك فإنا نقول ما يقول فيه الخاطر وإن شاء الله موفقين وفي ميزان حسناتنا جميعا يا هدهد سليمان جيت بخبر من بلقيس يا هدهد سليمان جيت بخبر من بلقيس جيت بعذر لغيابك بلا ريبه ولا تدليس قلت بسبع هناك الناس تعبد شمس بالتقديس تملك حكمهم مرأة وما يعبدون الخالق وينك يا هدهد وينك عن معجز علي وميلاده ليش الخبر ما جبته عندي النبي وسعاده ويا الملك جبرائيل تبارك جميع السادة تنقل خبر هالمعجز منك لسان الصادق انت الرحت عندي اليمن شفت بسباء الأهوال وعن مكة ليش انت غبت يعني علي مو ع البال معجز وعن مكة ليش انت غبت يعني علي مو ع البال معجز خبر ميلاده تتجاه لو هو العال كل ينتظر تنقل خبر ميلاده بكل إشراق غرد يا هدهد غرد عد مكة ضم الجنحان وانزل لعد بيت الله هناك الخبر حلو البان وانقل تفاصيل الحدث شلي جرى بالأركان لما اندنت أم الطهر خبرنا وانت المصداق خبرنا عن كل نصار خص الجدار المطرور عن أم علي مولانا يوم اجت بيت النور تترجى رب الأكوان بحق الجديد المبرور حق النبي العادي سر الكتاب الناطق خبرنا يوم دخلت بيت الله أم الكرار خبرنا عن داك الجنين شي يمتلك من أسرار ربها بشرف عرش دعا تدخلت نير الأنوار نوار النبي وحيدر علي داك الإمام الفارغ وخبرنا عن جبرايل بعال السمام نكبر نادى بصوت يا أحمد قوم بعجل قلبك سر وعلى الرخام الحمرى صارت ولادة حيدر كبر يا هدهد كبر وي جبريل نيرافق وي الملك جبرايل واسمع حديث المولد لمن إلى بيت الله أشرف بشر ليقصد بوجه تباشير الفرح يشكر إله ويحبط وصل لبيت الله بسعد تسبق مشية الأشواق تسمع على علب السماء بصوت الصلاة على النبي يوم إيجا خير البشر يحمل على صدر علي قل للنبي انت الفدي وانا إلك وانت إلي وانت دمي ونفس العوى ما يصح ما بين الفراء قبل خير العوالم غداه من ريق الشريف وعلى هذين ما حيدر كل علم منا يضيف لأن رب الكون داخر علي للهادي وصيف يعني طاها ولا أبالغ في كلام العلي عاشق ما أبالغ لو قل الطاها عشق حيدر وبقلبه سكن لو يضل مهموم قلبه تشوفه مش طاقب هيام أبو الحسن نادي نادوا لي حبيبي عشق دخري والوطن وين يجي حيدر لعندي ضم هيلة باشتيار حيدر عشق ربه وعشق قرآن دينا والبشير ولوقي للطاها عشق حيدر أغاب في عشق كثير شكوا بيها ليش تزعل هذا عمنا الله يصير وانت هم صدع العالم صوت منكر بالنه انت خلك في ضلالك وحمل بقلبك مناكر انت شين انت ما تعرف الطيبة والعشق مدى اللي معناه دربوين عدنع العاشق هو المعشوق واحد ما ينقسم على الاثنين يعني حيدر هو طاها منه ينكرها الحقيقة غيركم للذل سباق وانت تسألني منه حيدر وانت مستنكر كلامي بلا دليل انا قللك منه حيدر هذا بالقرآن لا للأوسماء من الجليل شرف الكعبة بمجية شرف المحراب في يوم الرحيل علي تشهد للملايك نفس طاعة يوم راح على البراء احب حيدر واحب كل من يحب حيدر احب الغمر قلبه عسى الحب الولي واكثر احب الذاب في حبه وصيف المصطفى الاطهر احب الرفع راية وله وبيح ارتفع وتبختر احب الاحية ذكر النور حضر ميلاده الازهر احب القالة ناشيعي كلامه وصع له السطر احب الليلة عجب اسمه علي اسمه يضل كوثر علي من يندكر اسمه ينور ساحة المحشر علي الجنة الى تسجد سجود الحب اذا امطر جهنم تمرد باسمه ما يضل بيها محب كبر احب الصاحب الكرار مثل ميثم مثل الاشتر ميثم قضى مصلوم بعد ما عبر عن الحب للولي واشهر والاشتر قضى بالسم في عشق الولاية صامد محرر احب الخدم داح الباب يسمون الفتى قنبر احب الجاعل المختار بحى البيته هو المنبر عن الاحمدي سلمان نصير الهادي في خيبر حبيب اللي ثحبنه المنايه وبالبله اخبر الغفار الثار على الحاكم كشف ظلم وقضى بالبر احط في وسط قلبي حبيب المرتضى الانور وباليقضان بن ياسر فكر من سيدي عمر احب شهيد الدين وعلي سر حبه الاجدر وإلى المقداد كل حبه فدي نفسه ابو شبر وويس القرن ما هادا احبه وحبه لي سكر حجر الكندي الرافض يبدل حبه المنكر سكن قلبي وبقى حبه الي يتردد معطر ورشيد البارز الحجاج عشقته من عشق حيدر ذول خلص الكرار ذول أصحابه الخدر ذول الجوم دين الله حواري الولي الأطهر ذول عمدة المدعب دماعهم بالهدى أسفر ذول عمدة المدعب دماعهم بالهدى أسفر هذا المقطع اثر رواية نقلتها أم سلمة عن فضائل الإمام علي عن رسول الله تقبرها عن فضائل الإمام علي والدة سلمة يناديها رسول الله البشير اسمعي واشهدي هذا حيدر الطهر الأمير هو أخي في الدنيا والآخرة وقوى الوزير علي في الدنيا لوائي مثل في الأخرى يجير بعد يصير الخليفة من أمر ربي القدير هو بالحق وصيه هو من علم بصير سيد الإسلام يبقى ما لب الصحب نظير قايد الغر المحجل هو من صوت نذير قاتل أعلننا كثير ما لهم أبدا ضمير ذول من أبناء من يرهاب الحكم الخطير علي مني بمنزلة هارون من موسى المنير كل من يريد يقصد علي الباب الكبير علي باب الحكم سرها ميدانيها الصغير علي باب الجنة الأزهر علي باب الجنة الأزهر وعلى حوض أمير أنا للعلم المدينة وبابها حيدر يصير علي ناجز لعداتي قاضي ديني والمصير انت ما بين المنافق بين كل المؤمنين يا علي انت ما بين المنافق وبين كل المؤمنين تبقى مصداق الولاية يا نقيب المتقين يبشر المؤمن بذكرك ينتشي بك اللحين يعتلي منبر نوارك بين كل العالمين أما من هو منافق عابس بوجه حزين يضطرب مني على اسمك للحقد يبقى رهين محعد بحلكون كله يعرف بكنه المعين غيري وغيرك يا حيدر يعرف رب الآدمين أنا للتنزيل معنا وانت دعويلك مبين اصطفى لي النبوة للإمام انت المكين شيعتي هم شيعتك يعني هم انصار دين الله الرصين بالقيامة الكل يأتي منك تبلي بالجبين علي مولاي وأميري علي حسن الله الحصين والملايك الى ربع دوب حبك تستعين قدس الله يذكر اسمك كل موالي لك يدين تعرف احبابك كثيرة وبالسماء محلقين لان عند الامة الحجع لان انت الامة الحج عليهم والامين قولك هو قولي يا عضيدي وأمرك امري ما يهين حزبك هو حزبي بي يضاعر هو حزب الله الفطين هو حزب الله بولاك وفي كتاب الغالبين يبقى حزبك هو الناجي يا امير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين يقوم داود النبي والندى من الله إليه ما انتهي المعنى الوسيل ثم يتكرر نداه وين داك خليفة الله والسبيل يقوم ابو اليمة الطهورة سر ابو القاسي محمى الدخيل يقوم حيدر بين خلق الله الكثير بالنظر للك ليطيل والندى من الله إليهم هذا حيدر صاحب الوجه الجميل حجة الله على عباده كل من يتعلق بحبله حتما الجنة يميل والذي يتبع طريقة يرتفع حظة وياخد بإيده إلى الجنة جبرائيل وبين أنطار الحوالم يقوم أمه تتبع الكرار في أحلى رحيل هي من تبعث محمد 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 هي من تبعث محمد والت الكرار وياه للجنة يشين وإن دا من الله ينادي كل من اعتم بإمامه بالقيامة يتبعه والذي اعتم بمحمد وبعليه هو ناجي الله بالحق يرفعه من أحب حيدر أقول لك هذا حبه بالقيامة ينفعه بيهتصاق الذنوبه والله يحقق مناه والذي هو يطمعه هذا من طينة رسول الله وعلي من فضلها يا هالمحب ما أروعه الله منها الطينة خالق المحب والمحب المرتضى الله يجمعه والولاية هي سلام الله على كل من يواليه كل من يواليه ويتبعه هو بن عم النبي هو الوزير هو قرآن الوصية ومجمعه هو إمام الأطياء والعابدين لليديم تشوفهيه المدمعه كل من مخالف طريقة من كسر وبعذاب الآخرة يتجرعه ظالم يحصي أبو زينب علي والملك بالنار حتما تطمعه ربي بحق النبي وبهل الولا من دعا المهموم ربي اسمعه ربي بحق النبي وبهل الولا من دعا المهموم ربي اسمعه الله ولي على محمد ولي محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة